السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم العروض والتقنية. اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. النهاردة عندنا فيديو جديد ان انت ممكن من خلال برنامج ماينترا تستعلم عن المحافظة الالكترونية وكمان تقدر تلغيها. الناس كتيرة كان عندها مشكلة تجي تشترك في محافظة الالكترونية تبعة لشركات اتصالات او البنك. تلاقي ان عندها اكثر من محافظة الالكترونية على الخط بتاعها. وبتضطر تروح الفرع عشان تلغي المحافظة. ولكن احنا قبل كده شرحنا من خلال شبكة ميزة او ادارة المحافظة موقع ميزة ان انت ممكن تلغي المحافظة. النهاردة بتاريخ اتنين وعشرين اربعة الفين اتنين وعشرين. الجهاز القومل تنظيم الاتصالات حدس البرنامج الخاص به وهو برنامج ميونترا. وادخل فيه ان انت ممكن كمان تستعلم عن المحافظة اللي موجودة على البطاقة بتاعتك. وكمان تقدر تلغيها من غير ما تروح الفرع او تروح لشركة الاتصالات المتسجل فيها المحافظة. اول حاجة بندخل على برنامج ميونترا. وقبل كده شرحنا طريقة التسجيل في البرنامج وازاي تعمل كلمة سر بسهولة. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. بعد كده بندخل على خدمات الافراد. وبعد كده بندخل على خدماتي. وبعد كده بنلاقي ايكونة زهرت او خدمة جديدة ظهرت والمحافظة الالكترونية. بدخل هنا على المحافظة الالكترونية. بيقول لي بقى ايه? ان سيتم البحث عن كل المحافظة الالكترونية المرتبطة برقمك القومي. من فضلك ادخل للرقم القومي. انا طبعا هنا مسجل رقم القومي بتاعي في البرنامج. كمان عند الغاء المحفظة هيجي لي رسالة فيها رقم او رقم متغير عشان ااكد عملية الالغاء اول ما دوس استمرار جاب لي المحافظة الالكترنية الموجودة على الخط بتاعي انا عندي بودافون كاش وكمان جايب لي تاريخ تسجيل المحفظة متسجلة يوم سبعة اربعة الفين اتنين وعشرين وكمان عندي خدمة فلوس من الاتصالات ودي متسجلة من سبعة مارس الفين واحد وعشرين وعندي كمان محفظة بي ايه مولي بتاع بنك مصر ودي متسجلة من ستة وعشرين مايو الفين وسبعتاشر لو انا عايز الغي المحفظة بدوس الغاء المحفظة من غير مروح الفرع مسلا سواء فرع شركة الاتصالات او البنك المتسجلة في المحفظة الالكترنية بتاعتي وكمان هتحل المشكلة للناس اللي عندها محافظة الالكترنية اتعملت مسلا غصبا عنها او في احتيال يعني مسلا انت ساعد بتروح مسلا شركة اتصالات عشان مسلا بتاع خدمة العمل عنده مسلا ترجط عايز يعمل مسلا بياخد على خدمة ما يسخليك تشترك في المحافظة الالكترنية بياخد هو عمولة فممكن يمضيك على ورقة محفظة الالكترنية ويبقى عندك محفظة الالكترنية وانت مش عايزها تفاجأ ان انت عندك تلات محافظ تيجي تشترك في حاجة انت محتاجها مسلا محفظة عند في بنك معين انت مشترك فيه والحساب بتاعك فيه يقولك ان عندك محافظة الالكترنية على الخط بتاعك انت من خلال برنامج ماي نترا تقدر تلغيها بسهولة وكمان احطولكم كمان اسفل الفيديو طريقة الغاء برضو المحافظة الالكترنية من خلال شبكة ميزة ومن خلال موقع شبكة ميزة اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى تعملوا لايك وشير للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته